موسيقى الراعي لبنان وصل الى هذه الحال بخروجه عن الحياد في ذكر اندلاع الحرب مواقف ودروس ازمة بنج على ابواب المستشفيات الروس يستأنفون هجماتهم في اوكرانيا اهلا بكم انما عاشه لبنان من المآسي على ارضه منذ الثالث عشر من نيسان 1975 كان بسبب تطلعات البعض الى خارج الحدود من حيث يأتي الدعم وتصدر الاوامر والاخطر هو ولاء البعض المتمدل الخارج الذي زجى ابنائنا في اتون سراعاته ومصالحه التي لا ناقتلنا فيها ولا جمل فقدنا ما كسبناه من حيادنا احتراما دوليا ومناعة عربية البطريارك بشار الراعي قال ان لبنان وصل الى هذه الحال انه خرج عن مبدأ الحياد داعيا الى التصويت بكثافة لتعكس الصناديق هوية لبنان قال البطريارك بشار الراعي ان لبنان وصل الى هذه الحال لانه خرج عن مبدأ الحياد موضحا انه حدد اربع نقاط اساسية لتطبيقها اولها اتفاق الطائف الذي لم يطبق لا بنصوصه ولا بروحه والقرارات الدولية بشأن لبنان وسيادته مثل 15-59-16-80-17-01 والنقطة الثالثة هي اعلان الحياد رسميا واحترام السيادة الوطنية الداخلية وسيادة الدول الاخرى ورابعا حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وكشف الراعي انه عرض هذه النقاط على الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عندما زاره في القاهرة وقال الراعي في حديث لسكاينيوز عربية ان لبنان يحتاج وجوها جديدة تفرزها الانتخابات داعيا الى التصويت بكثافة من اجل ان تعكس الصناديق الانتخابية هوية لبنان مضيفا ان مسلمي لبنان ومسيحيه توحدهم المعاناة من ظروف الحالية التي وصل اليها لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد وفي ذكر اندلاع الحرب في الثالث عشر من نيسان تولت المواقف المنددة بما سبب ويسبب بكل المأسي التي عاشها اللبنانيون ويعيشونها رئيس الكتائب سامي الجميل غرد عبر تويتر قائلا منذ ثلاثين واربعين سنة يا سيد عندما كانت ايران تجندكم لتكون ذراعا لها في لبنان وتنفذ مهمات غب الطلب وصولا لارسال خيرة الشباب اللبناني للموت خارج الحدود كانت الكتائب تناضل وتستشهد دفاعا عن لبنان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري غرد كاتبا نيسان 1975 معاناة اللبنانيين تتكرر بوجوه مختلفة لن ننسى النائب المستقيل نديم الجميل غرد 13 نيسان 1975 بدأ المشروع الفلسطيني مشروع الوطن البديل مشروع تدمير لبنان وفي ذلك اليوم ولدت المقاومة الحقيقية التي قضت على الفلسطيني وحفظت على هوية لبنان ودفعت عن كل شبر من أرضه السلام لروح جوزاف بوعاصي ولكل شهداء المقاومة اللبنانية وارفق التغريدة بهاشتاغ ماتوا لنحيا وللمناسبة عينها غرد النائب المستقيل نعمة فرام كاتبا 13 نيسان ذكرى في معاناة شعب لازالت الحروب عليه مستمرة تمانت رحم على لبنان غير المسار انتخابات 2022 ذكرى الثالث عشر من نيسان في هذا التقرير مع تراز الخوري 13 نيسان من العام 1975 تاريخ قاص انها ذكرى الحرب اللبنانية التي دمرت البشر والحجر عشرات الألاف من القتلى والجرح والشهداء وما زلنا ندفع فاتورة الانقصامات التي ما زالت تتحكم في السياسة والساسة رئيس فرقة البجين وعضو المكتب السياسي السابق في حزب الكتائب سامي خويري يستذكر تلقى اللحظات في ذكرى تنشين كنيسة بفن الشباك بحضور الرئيس شامعون والرئيس بير جميل رئيس حزب الكتائب واثناء الانداس قرر حدا من الفلسطينيين بسيارته بسلاحه الفردة يقطع بين الحشود قدام الكنيسة منعه جزيف ابو عاصي اللي هو رئيس القوة النظامية بفرن الشباك هو احد مرافقي الشيخ بير ومعه شباب انه يقطع بهذه الطريقة الاستمزازية فل لهذا الشخص بعد ما صار فيه تلاسون وبعد ربع ساعة رجع مسرع ومعه ناس مسلحين صار فيه اطلاق نار صار مش دفع ابو عاصي واستشب لم تكن بوستة عن رميني مجرد حادثة عابرة انما شرارة لحرب امتدت من العام 1975 لغاية العام 1990 شكلت الحرب اللبنانية منعطفا اساسيا في السياسة نسجت تحالفات اقليمية ودولية معظمها على حساب لبنان ودفع اللبنانيون الثمن كما يقول خويره فيه مقولة شهيرة لابو اياد بيقول نحنا خمس فلسطينيين بكبر كتائب البحر وانه طريق الادس تمار بجونة كل هودة الخبريات اللي صارت جربوها وما قدروا لانه نحنا كنا جاهزين شباب اللي كانت موجودة بأيديك الفترة تعتبر منها الابطال يلي أنا بالنسبة لإلي من كل لهم كل احترام المسؤول العسكري السابق في حزب الكتائب والشهيد الحي جون سفير يقول عبر صوت لبنان نحن ناضلنا من أجل بقاء البلد لبناني فقط وكل اللبناني وهذا وطن لإلنا لا غريب ولا قريب لا شرق ولا غرب نحن نضل فيد للبنان وعن لبنان وعن الإنسان تنذكر ما تنعاد هذه الكلمة لسان حال الجميع والمطلوب اليوم أخذ العبرة من الماضي لألا تتكرر تراز الخوري صوت لبنان انتهت جلسة الليجان النيابية المشتركة دون إقرار الكابيتل كنترول مع تأكيد على حقوق المودعين وحماية الودائع التفاصيل مع مشلولين عيد أرجعت الليجان النيابية المشتركة متابعة البحث في مشروع الكابيتل كنترول إلى الأربعاء المقبل بعدما تم إدخال تعديلات على المادة الأولى منه والتي أكدت على حقوق المودعين وحماية الودائع النقطة الأهم التي كانت ملتبسة وكان مشروع الكابيتل كنترول الذي أقرته الحكومة معدلا حضر على طاولة الليجان النيابية المشتركة التي عقدت جلسة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس للفرزلي وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعاد الشيمي والنواب وشهدت الجلسة نقاشات حول نقاط عدة أبرزها المطالبة بتوفير مزلة لحماية المودعين وضرورة الأخذ بالتعديلات التي تحافظ على مصلحة الناس لإقرار القانون بالإضافة إلى التأخير بإقرار القانون بعد أن جرى إخراج رؤوس الأموال وتهريبها إلى ذلك نقال الليجان الصقف الأعلى للصحوبات وهو الألف دولار شهريا وكانت مطالبة بضرورة البحث بصلاحيات اللجنة التي ستشرف على التطبيق بالإضافة إلى وقف الدعوة بحق المصارف في لبنان والخارج وفي المحصلة فإن الليجان بدأت بدرس المشروع الذي هو أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي من أجل توقيع الاتفاق النهائي مع السلطات اللبنانية ولكنه أرجئ ما يعني تأجيل إحالته على جدوى الأعمال جلسة تشريعية لإقراره قبل الانتخابات النيابية مجدلين عيد صوت لبنان ونظمت جمعية المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان تنديدا باقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي وصفته بالمسخ وقال رئيس الجمعية علاء خرشيد أنه لا يمكن أن نقبل بأن تسرق أموالنا ثم يسن قانون لحماية الصارق نتابع النشر بعد قليل وفيها أزمة بنج على أبواب المستشفيات أهلا بكم من جديد أكد سفير السعودي وليد البخاري حرص بلاده على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها البخاري كان يتحدث خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبد حيث أطلعه على ألية عمل الصندوق السعودي الفرنسي للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان وتسلم عون أوراق اعتماد سفراء قطر وأستراليا وباكستان وأسبانيا رئيس حزب التوحيد العربي أموهاب قال أن هناك قرارا سعوديا بإيداع مبلغ ملياري أو ثلاثة مليارات دولار بعد الانتخابات النيابية وأن دولا خليجية ستلتحق بهذا القرار في سياق قرار فرنسي خليجي وهذه الأموال مرتبطة بالإصلاحات التي يجب أن ينفذها لبنان مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون يلعب دورا كبيرا بين السعودية وإيران ولبنان من بين هذه الملفات وأكد خلال حديث لقناة الجديد أن هذه الوديعة تأتي ضمن تسوية على مستوى المنطقة وهي تسوية أكبر من التفاصيل في لبنان وهناك الكثير من الملفات التي ستتغير رئيس الحكومة نجب ميقاتي استقبل سفير الكويت عبد العالي القناعي مؤكدا على متانة العلاقات اللبنانية الكويتية قائلا أن عودة السفارة مؤشر إلى نجاح المبادرة الكويتية الأزمات تتولى من الخبز إلى البنج اليوم فقد حذر نقيب المستشفيات سليمين هارون لصوتي لبنان من أن مخزون البنج في المستشفلات لا يكفي إلا لأيام في مشكلة بتعيني من المستشفيات صدلة قدت نسابها ولكن هلأ استفحرت وهي الناس بأدوية البنج التي تستعمل بالعملية الجراحية نحنا ما فينا نعرف إذا كان المستورد ما عنده أو هو عنده ما عند يسلم ولكن بالنتيجة هذا أمر خطير جدا لأنه مخزون الباقي عند بعض المستشفيات يكفي لأيام معدودة والتالي يجب التدخل سريعا لتأمين المواد للمستشفيات وإلا المستشفيات بصير عازية عن قيام بالعملية الجراحية إذا فيه مستشفى عنده بيكون لا يكفي مخزون عدة أيام قليلة يعني مش أكتر من هيك لا الوضع خطير جدا وبيستنظر أبدا لانتظار يجب حله فورا أما أزمة الخبز فإلى حل حلا بحسب ما أكد نقب أصحاب الأفران علي إبراهيم لصوتي لبنان مبارح توزع الطحين على جميع الأفران هوني بمناطق كنت بتوقع أنه ملائزة بين اليوم بالفرن بس الهيئة الناس بعدها خوفاني اتمنى عبر إزائتك الكريمة أنه تطمنوا الناس أنه الطحين صار طبيعي بالأفران وما فيه لزوم للتهافة على الأفران الناس في كل الأفران وقفة من الصباح بالدور أثمرت النتائج مبارح وصرفوا الاعتماد لعدة مطاحن واليوم رح يصرفوا كمان لمطحبان ثلاثة فالأمور إن شاء الله من هلها لشهر فينا نطمن أنه طبيعية فالناس لازم تطمن وما تتهافت على الأفران وحتى بلشتوزيها الخبزة على المحلات والسبر ماركات كمان صوت صح صوت صح هو المادة 74 من قانون الانتخاب تمنع المادة 74 من قانون الانتخاب رقم 44 الصادر في العام 2017 وسائل الإعلام والمرشحين من بث ما من شأنه أي شكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية هذا النص القانوني لم يمنع من حصول أعمال عنف وترهيب وصلت إلى حد إلقاء قنابل صوتية والتهديد بالقتل وتمزيق الصور والشعارات العائدة لعدد من المرشحين الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات سجلت مع جمعية مهارات حالات عنف وضغط وتخويف للناخبين والمرشحين في مختلف المناطق اللبنانية واليوم في دائرة البقاع الثالثة حيث تعرض المرشح عباس الجوهري عن دائرة بعلبك الهرمل إلى تهديد عبر صفحته على فيسبوك في حال زيارته منطقة الهرمل برسم المسؤولين وهيئة الإشراف على الانتخابات النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل ماذا باحث في أوكرانيا؟ إلى مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا ميدانية أوكرانيا وخسائر النفط الروسي في هذا التقرير وصل الجيش الروسي لليوم التاسعة والاربعين تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية بينما حذرت موسكو من أعداد كياف استبزازات جديدة لاتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب وفي آخر التطورات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أنها ليس لديها أي معلومات حول استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان زار مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين خان وصف أوكرانيا بمسرح جريمة وقال علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة اقتصادياً أشارت وكالة الطاقة الدولية اليوم إلى أن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتباراً من أيار فاسع وذكرت الوكالة أن الخسائر ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت إلى أنه يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها من النفط والغاز والفحم في السوق المحلية وفي الوقت نفسه تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى من العالم عوضاً عن أوروبا مشيراً إلى أن هناك فرص وخيارات بديلة ونوافذ جديدة تفتح لموسكو أما المبعوث الأمريكي لشؤون المناخد جون كاري فأكد أن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة التي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة والآن إلى تقرير الرياضي مع رومين طنوس بجديد الأخبار وضمن إيابة دور ربع نهائي من دور أبطال أوروبا تلقى نادي ريال مادريد الإسباني خسار أمام تشلسي الإنجليزي بنتيجة 3-2 كما تعيد النادي فيا ريال الإسباني مع باين ملخ واحد واحد إلى ذلك أررت منظمة أنكزه الأطفال إلغاء تعيين النجم البرتجالي كريسيانو الرالدو سفيراً وذلك رداً على تصرفه مع أحد مشجعي نادي أفرتون يوم السبت الماضي بعد مقام بكسر هاتف المشجع بعد التقاط الصورة وضمن منافسة بطول في منتكار الدولي لكورة المضرب فيز لاعب التنس الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش على المصنف أول عالمياً السوربينوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين لمجموعة وحدة بنتيجة ستة ثلاثة ستة سبعة وستة واحد ماذا في أحوال الطقس؟ الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وخصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح الشمالية خلال الليل الرتوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75% الجو غداً الخميس قليل الغيوم إجمالاً والحرارة رح تتراوح على الساحل من 14 إلى 22 درجة مع رياح ناشطة أما الجو ليوم الجمعة فغائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي رح تتراوح بين 14 و 19 درجة جو السبت مشمس إجمالاً والحرارة بين 16 و 21 أما الجو ليوم الأحد فغائم إجمالاً والحرارة بين 21 و 25 أقصها النشر انتهت تتابعونا عبر موقعنا الإلكتروني وعبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة